البطاطا بالبشامل نحبها ناكلها في السيف والشتاء تنفع في أي موسم هنعملها بطريقة سهلة جدا والطريقة التقليدية بس شوية حاجات بسيطة هزودها عليها يلا بينا نشوفها المقادير البطاطا مسلوقة مع إرفة وعين جمل محمص لبن وإرفة وضقيق وزبدة وفانيلا هنهرز دلوقتي البطاطا نسلقتها في ميا وممكن تزوده سكر لو البطاطا مش مسكرة وإرفة وطبعاً الإرفة اختيال هنهرزها كده وهي سخنة قبل ما تبرد ممكن نحط علبة قشطة اللي هي العلبة الصفيحة اللي بتتباع في السوبر ماركت مع البطاطا وإحنا بنهرزها عايزين تحطوها حطوها مش عايزين استغنوا عنها أنا هربش بشة إرفة كمان زيادة أنا بحب طعم الإرفة فيها برضو عايزين تحطو حطوه مش عايزين بلاش بس بشة إرفة كده خليها طعمها حلو قوي عين جمل محمص هنكسطرو فيه بيبقى حلو جدا ممكن بيكان زي ما انتم عايزين ممكن برضو من غير أنا بحبها بيبقى طعمها حلو قوي كده ببقى فيه قطع حلوة كده وهنقلبها بايز مع بعض كده والعين جمل بحمصه بس في تاسة من غير أي حاجة خالص هنزلها في بايركس كده نحط أول طبقه البطاطا اللي هرسناها وحطنا معها إرفة وعين جمل ممكن زي ما قلتلكو علبة القشطة زي اختياري أو شوية كريمة برضو ممكن نسويها كده كويس دلوقتي بقى هنعمل البشامال الحلو هو هو نفس البشامال العادي خالص اللي بنعمله بس بنحط بدل ملح وفلفل بنحط فانيلا وممكن نحط إرفة على حسب ما تحبه بقى دلوقتي هنحط على البيانات هعمله هنحط لكل كوبية لبن معلقة كبيرة دقيقة هنحط هنا لتر لبن يعني أربع كوبية عليهم أربع معالق كبار دقيقة تمام؟ هنحط الأول على البارد اللبن أربع كوبية لبن عليهم أربع معالق مليانة دقيقة هنحط فانيلا وإرفة دي برضو اختياري هنلاق صغيرة كده بتدي طعم حلو المشامال العادي بنحط فيه جسط الطيب هنا بقى نحط إرفة نقلبهم كلهم على البارد كويس قوي لحد ما تضيق يدوب وأساسي طبعا بشامال حلو يعني سكر هنزود عليه سكر وطبعا السكر على حسب ما تحبه أنا حطيت تقريبا ربع كوبية سكر ونقلب كله على البارد الأول هنحط دلوقتي على البارد دلوقتي هنفتح النار ونحط الزبدة ونقلب كله كل كوبية لبن عليها معلقة زيق عليها مكعب زبدة أو معلقة زبدة هنقلب بقى وقدنا فيها على طول كده ايه نقلب باستمرار لحد ما تتقل معي اول ما تغلي كده خلاص وتتقل كده تمام مش عايزها أتقل من كده ابدا ممكن تحط لها كمان ربع كوبية كريمة للي عايز أنا عملتها بقى خفة طريق بلوقتي بقى هنزلها هنا بغطيها كده خاص احط حتة زبدة كده على الوش بتدي لون حلو لها برضو مش عايزين مش لازم بس بتدي حلو لون حلو وكمان هنرش رشة سكر على الوش ورشة سكر كده بتدي أرمشة ولون حل مع الزبدة هندخلها الفرن فرن متسحن على 180 وهنشغل كمان الشواية تقريبا تلت ساعة لنص ساعة لحد لما تاخد لون وتتماسك شوية تطلع انا سيبها تبرد خالص خلاص تلعت من الفرن وسبناها تبرد خالص وكده خلناها التلاجة ودلوقتي بقى هنزينها علشان تعودوا تعكسوا فيها كده تاكل سخنة او برد زي ما تحبوا بسهي بتبقى حلوة بردة على حسب بقى ذوق دلوقتي هنزينها بالقرفة رشة قرفة كده بسيطة وشوية عين جمل كده محمص عشان تدلع احلى طبق بطاطا اهو جاهز للتقديمه وتكلوه وسائق عبارة زي ما انتوا عايزين بقى المهم تقدروا تعملوا الوصفة دي كمان بالقرع العسل بدل البطاطا استخدموا القرع العسل نفس كل حاجة وزي ما قلتلكم ممكن تحط القشطة ممكن الكريمة انا عملتها لكو بقى خافة طريقة وطبعا تتعاكس يلا جرب الوصفة ومستنى رأيكم في القمص باي كل وصفاتنا تجدوها حصريا على موقع الوصفة دوت كوم موسيقى